أعلنت وزارة الداخلية عن مبادرة في محافظة أسوان لتحويل سيارات الأجرة التي تعمل بالبنزين إلى الغاز الطبعي مجاناً يأتي ذلك تنفيذاً لتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم مشروع الهوية البصرية وتحويل محافظة أسوان إلى مدينة خضراء صديقة للبيئة الهوية البصرية التي قالت دي احنا قلنا أن الأسوان العيد بتاعها يوم 15 15 يناير مش كده مش عارف هل المعدة بعيد أو أن احنا نقدر نعمل حاجة كمثال هدية هدية وزارة الدفاع ووزارة الداخلية ووزارة الإسكان هدية وزارة الدفاع ووزارة الداخلية ووزارة الإسكان دول اللي معاهم ايه؟ معاهم الفلوس يخلصوا لي الموضوع لو قدرنا قبل يوم 15 حالي بأكلنا فرحان تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بدعم مشروع الهوية البصرية لمحافظة أسوان بما يظهر عظمة الحضارة المصرية والتراث وطبيعتها وازدهارها ويؤكد على أن أسوان أرض الذهب ومنبع الحضارة الإنسانية أعلنت وزارة الداخلية عن مبادرة لتحويل سيارات الأجرة التي تعمل بالبنزين لتعمل بالغاز الطبيعي مجاناً كهدية من الوزارة لأهال أسوان احنا ركبنا الأنبوبة وركبنا دورة العربية وكلها وتمام التمام ومية مية وما فيش أي حاجة دفعناها للعربية أشكر لسيادة الرئيس اللي هو ايه ووجه وزارة الداخلية على المبادرة دي وزارة الداخلية الصراحة تكرمت وخدمتنا وقيمين مجهود ذاتي ما فيش أي حاجة أشكر لسيادة الرئيس على المبادرة الجميلة دي أحب أشكرك للناس دي كلها برضو وشكرتها كرئيس برضو وقد قامت الوزارة بإعداد المراكز الفنية المخصصة لتلك المبادرة لمواكبة احتفالات المحافظة بعيدها القومي الذي يوافق الخامس عشر من الشهر الجاري في إطار مبادرة تحويلها إلى مدينة خضراء صديقة للبيئة نشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ما قام به من مجهود ونشكر وزارة الداخلية اللي هم تعبوا معنا وقاموا بالمبادرة دي ودي مبادرة حلوة خالص أركب الغاز الطبيعي في مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ونشكر فلعاته جدير الشك على ما قدمه لنا وأهل أسوان بشكروا ساعة الرئيس عبد الفتاح السيسي ومبادرة الغاز الطبيعي والله يعني يكفينا النظر الجميلة للأسوان دي كل زيارة بنحس أنه بيعمل حاجة جديدة تحية مصر تشكريني يا رئيس مصر تقول لك على الصعيد دول أصل الحكاية في الماء والأدمي وعزيد ألاقيهم معايا كما انشأت الوزارة محطة خدمة لرفع كفاءة السيارات بالمحافظة تلك المبادرة التي أطلقها مجموعة من الشباب لتفعيل الهوية البصرية لأسوان ووجه رئيس الجمهورية بتنفيذها سوف تسم في إبراز الهوية العريقة للمحافظة وطبيعة شعبها وشمسها ونيلها الخلاب ومعابدها ومعالمها وثقافتها وعظمتها لترصخ تلك الهوية في أذهان زائريها فهي تربط بين الحضارة والازدهار الذي تشهده مصر فهي تربط بين الحضارة والازدهار فهي تربط بين الحضارة والازدهار قضاء الحضارة والزجاء ياним� supervised بلان إ aúnها شعبت Giving